وأخيراً لقيت لك فكرة مبهرة لحل الجوع أثناء الدايت وخاصة بالليل بأسرع وأكتر سناك مشبع وصحي وكمان سعراته ليلة جداً كل اللي هتحتاجه خبز تورتية بالحبة الكاملة وهتقسمه الدوائر بأي غطى عندك هيعمله معاك 6 قطع تقريباً هتحطهم في أي قالب وهتدخلهم الفرن المدة 7 دقيق على متين وبعد كده هتوزع عليهم أي حاجة عندك أنا وزعت صدور دجاج 50 جرام تقريباً وفلفل أو أي خضار ومزاريلا لايت وزاتون وفي المايكرويف أو الفرن هيتطلع معاك أحلى تورتية كبس 6 قطع وسعرات القطع الواحدة تخيل 70 سعر حراري بس حرفياً من أسهل وأسرع وأنجح الوصفات اللي تقدر تعملها في الدايت واللي هتساعدك في اخسارة وزنك وكسر روتين وملل الدايت بكل سهولة هتجيب خبز تورتية بالحبة الكاملة وهتلف الأطراف بالشكل ده وهتسبتها بستيكس وبعد كده هتضيف معلقتين سوس طماطم وأي كمية صدور دجاجة عندك وممكن كمان تضيف تونة وبعد كده هتضيف عليها فلفل الألوان ولايت مزاريلا وزاتون وادخلها المايكرويف لمدة دقيقة بس هتطلع معاك أسهل وأسرع بيزة صحية 4 قطع وسعرات القطع 110 سعر حراري ركز معايا بقى علشان عمل لك أحلى بيج ماك تاكوس هتدلع به الدايت سعرات 350 كالوريو في 36 جرام بروتين بكل بساطة هتحضر السوس بقيل بيت زباد يوناني أو عادي ومعلاية كاتشاب ومايونيز لايت وملح وخير مخلل وهتالب المكونات كلها بعد كده هتجيب 100 جرام لحم وفروم صافي وهتتبله ببابريكا وتوم بودر وفلفل وملح وهتخلط المكونات وهتضيف الكمية على خبز تورتيها صغير وهتفردها وهتنزل بيفتاصة ممسوحة في زبدة وهتسخنها وهتضيف مزاريلا لايت والسوس اللي عملناه وخير مخلل وطماطم وألف هنة اشتركوا في القناة